السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي كشف المهندس أحمد الخياط رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس عن الآلية الجديدة التي سيتبعها الاتحاد خلال الفترة القادمة كما تم الكشف عن شعار الاتحاد الجديد والعديد من الأمور المتعلقة بالاتحاد تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي في خطوة نحو الارتقاء برياضة الدفاع عن النفس دشن الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس الآلية الجديدة التي سيتبعها مجلس إدارة الاتحاد من خلال تطوير اللعبة والاهتمام بها كما شهد المؤتمر الصحفي الذي يقيم بحضور عدد من المسؤولين في المجال الرياضي شهد الكشف عن شعار الجديد للاتحاد والذي جاء تحت مسمى فريق البحرين الأساس في تدشين هذه الرؤية أن نحن نحط استراتيجية واضحة ومتكاملة بالتنسيق مع جميع القائمين على لعبة أو لعب الدفاع عن النفس في البحرين بشكل متكامل علشان نقول لهم ونقربهم ونقول لهم احنا وانت فريق واحد احنا نعمل من أجل تطوير لعب الدفاع عن النفس احنا نعمل من أجل البحرين هذا وتحضر رؤية الجديدة لاتحاد الدفاع عن النفس بدعم لا محدود من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية حيث تأتي الرؤية الجديدة بهدف تطوير هذه الرياضة خاصة وأن الاتحاد يضم جميع الأندية والمراكز والأكارميات الخاصة بالدفاع عن النفس الاتحاد اليوم ينفذ جزء من ما هو تم الاتفاق عليه في تنظيم العملية أو نقول اللعبة في المملكة كما قام الاتحاد بعمل نظام متكامل لتسجيل الأندية والمدارس واللاعبين والمدربين بالإضافة للحكام لتكون القاعدة السليمة هي الأساس التي ستكون المغذية للمنتخبات الوطنية سيكون هناك بيانات مهمة لجميع الأندية الخاصة الموجودة سوى من ناحية اللاعبين من ناحية المكان المنشأة من ناحية المدربين الموجودين القائمين على هذه الأندية سيكون هناك بيانات كافية للاتحاد لإدارة هذه الأندية بالشكل الصحيح اتفاجأت بالمستوى الرفيع والتنظيمي والاستراتيجية المحطوطة للعبة أنها تتغلغها في وسط المدارس وتروح في متناول جميع شباب البحرين أولادهم وأطفالهم وتكون مقننة محافظة على الشباب البحريني كل تلك الخطوات تأتي وسط أمال في زيادة عدد المشاركات الخارجية خصوصا بعد نجاح اتحاد الدفاع عن النفس في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب تقام في السابع من مساء اليوم المباراة الخامسة من نهاية دور زين لكرة السلة بين المنامة والأهل وتقام المباراة على صالة اتحاد السلام بمجامع صلاة أم الحصم ويسعى البنامى إلى الفوز في مباراة اليوم لوضع حد إلى المنافسة حيث أن بفوزه سيتوج بطلا للدوري ترجمة نانسي قنقر